أذهب إلى نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية نضم إليها دكتور جابريل صومة المستشار السابق لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دكتور جابريل ضيفي من موسكو دكتور سامير أيوب منذ قليل استغرب كثيرا الموقف الأمريكي الذي وصفه بالعقلانية إلى حد كبير وأغلب التقارير تحدثت عن رد فعل أمريكي متريث ومتوازن إلى حد كبير في ظل صخب أوروبي وحالة من الهلع والذعر من تصرحات رسمية سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو من دول النتو كيف نقرأ الموقف الأمريكي من التطور الأخير؟ لا شك بأن هذين الصاروخين سقطوا في منطقة قريبة من أوكرينيا قد يكون هناك خطأ قد يكون هناك لا نعلم فيما إذا كانت روسيا هي وراء هذا العمل في السابق عدة طائرات أسقطتها الصواريخ الروسية في أوروبا نعلم منها مثلا طائرة ماليجيا مح 17 روسيا دائما تسقط طائرات وتسقط صواريخ ولا تعترف بأنها أسقطت هذه الصواريخ لذلك من السابق لأواني في الوقت الحاضر معرفة لماذا أسقطت هذه الصواريخ على بولندا لا أعتقد بأن هذا سوف يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة ولكن روسيا بإمكانها أن تعتذر إذا كان هناك خطأ حصل في هذا الأمر ممكن أن تعتذر وأن تقول بأننا سوف نعود على الخسائر في الأرواح مثلا ولكن تعودنا على روسيا روسيا تؤكد أنها لم تشن ضربات على أي أهداف قريبة من الحدود مع بولندا ولا علاقة للحطام الذي نشرته سلطات البولندية بالأسلحة الروسية وبإمكان الولايات المتحدة ودول نيتو معرفة مصدر هذه الصواريخ لدينا ساتللايتس موجودين في تلك المنطقات تراقب ماذا يحصل هناك وبإمكاننا معرفة الخبراء يعني معرفة أين أنتجت هذه الصواريخ وما هي المواد التي استعملت ومن أين أتت هذه المواد يعني بإمكان الخبراء معرفة مصدر هذه الصواريخ ولكن من السهل جدا على روسيا أن تقول أخطأنا مثلا ونحن نعتذر عن هذه الأمور ولكن تعودنا من أن روسيا لن تقوم بذلك أنا أشكرك من نيو جيرزي الأمريكية دكتور جابريل سومة المستشار السابق لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترجمة نانسي قنقر